أهلا أحبائنا مشاهدينا عاوز أتكلم عن ثلاث دروس تعلمتها من الأزمة أنا عارف أنه في كتير ناس أو منشوف على المواقع التواصل الاجتماعي مئات بل ألاف دروس وكتير ناس حكت عن هذا الموضوع لكن أنا أعوز أحكي بشكل شخصي أن أنا شو أتعلمت من خلال الأزمة الحالية اللي منمر فيها ولسيما أزمة الكورونا اليوم عم نشوف ضحايا كتير أموات بسبب المرض ملايين عشرات بل مئات الملايين العاطلين عن العمل مشكلة اقتصادية على وشك انهيار اقتصادي وأمور كثيرة اللي عم نشوفها في هذا العالم وأكيد طبعا فيه إشياء إيجابية كمان ممكن نتعلمها لكن أول درس أنا حابب أشاركه أنه الله موجود الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر الله جالس على العرش طبيعة الله وشخص وصفات الله فكر الله لا تتغير فالله هو القدوس هو العادل لكنه هو الإله المحب الرحيم أيضا في كل معاملاته دايما فيه عنده قصد دايما فيه عنده خير دايما عنده بركة دايما عنده درس لابد أنه فيه شيء من نتعلمه خلال كل الأحداث العالمية أوعك تزيل فكرة الله ووجود الله من حياتك الله موجود الله حي الله يتواصل الله يتفاعل الله يتعامل خلينا ندرك أنه لا توجد صغيرة ولا كبيرة بتفوت عن عين الرب الله لا يؤخذ بالمفاجأة أوه فيه مشكلة فيه أزمة عالمية فيه كورونا وكأنه الله مش موجود أو كأنه الله بعيد عن هذا الموضوع لازم ندرك أنه فيه عواقب ممكن إنسان يتحملها لما بنقول لالله أبعد عنها ولكن من ناحية تاني الله مش غايب عن مسرح التاريخ بتشوف الأمور في العهد القديم وفي العهد الجديد الله حتى في أيام دانيال كان بيكشف الأسرار وكان بيعطي التمييز للأوقات والأزمنة ويكشف الأحلام مثل نبو خد نصر أو كورش أو إلى آخر بيلا شصر يعني دايما فيه رسالة الله عاوز يوصلها فهم بتخلينا نحط يعني زي وقفة مع أنفسنا إنه ندرك وين الله من كل المواضيع اللي عم بتسير حوالنا الكتاب المقدس بعلمنا إنه الله هو إله المحبة وإنه الله يتفاعل في حياة الناس وهو ليس بإله صامت ثم ندرك أحبائي كما مكتوب ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده ففي يمكن منشوف كل الأمور السلبية بس في صورة أكبر إيش علاقات من العائلية أنا مثلا شخص كنت بسافر مئات المرات يعني صفرات كتير يعني نص السنة في الهواء ولكن إلي شهرين عم بشوف أمور اتغيرت عم بفحص أمور كتيري عم بقضي وقت كتير مع العائلة وأنا بشكر رب إنه العائلة مؤمنين وبحبه الرب خلتلي أنا بحب الطبيعة بمشي في الطبيعة عم بتمتع في خليقة الله عم بشوف حتى أمور صغيرة ما كنت متبهلها عم بنتبه لأشياء كتيري ما كنت أنتبهلها لأنه دايما يمكن مركز على الصورة الكبيرة لصورة الخدمة عاوز أسافر وأربح نفوس وعاوز أغير كل العالم وغير مدرك إنه الله هو إله السيادة وهو اللي بيعمل وهو اللي بيحقق كل الأمور فأنا عاوز أسجع كل واحد من خلال كل الظروف من خلال الأزم اللي منمر فيها الله موجود الله بيتعامل معنا وخلينا ندرك يعني وجود الله في حياتنا ونبتدي نتعلم عن طبيعته عن صفاته عن شخصه عن معاملاته نبتدي ننتبه لأمور كتيري ما كنا ننتبه لها من قبل شيء تاني الدرس التاني اللي أنا اتعلمته اللي هو قيمة الإنسان واو تعرفوا الحكومات صرفت مليارات تريليونات من الدولارات على إيجاد العلاج إرجاع الاقتصال وبتعمل كل المحاولات وفعلا الله أعطى القوة للاختراع والعمل والفكر والإبداع الله أعطى القوة لاستناع الثروة الله بيعطي الحكمة كيفية التعامل الله بيعطينا الإمكانيات والإدارة في عمل هذه الأمور لكن بكل الموضوع وبينما يمكن العالم كله منهمك غير مدركين قيمة الإنسان الإنسان مخلوق على صورة الله الأدبية الله بحب الإنسان محبة أبدية بيهتم بالإنسان والله عاوز يتمتع بعلاقة كما قال للذاتي مع بني آدم تعرفوا لما المسيح دعا التلاميذ في كلمة استحوذتني في مرقص ثلاثة قال ليكونوا معه واو نكون مع الرب نسمع دقات قلبه همسات صوته ندرك مشاعره وعواطفه تجاه الإنسان وأيضا أدرك قيمتي أنا في نظر الله قيمتي أهم بما يقاس في هذه الحياة عادة إحنا ممكن نهتم بالأمور الأعظم والقصص الأكبر عفوا القصص الأكبر في الحياة لكن محتاجين ندرك أن نفوسنا غالي على قلب الرب اتصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقدهم قيمة الإنسان هي قيمتنا في الله لأنه مخلوقين على سورة الله والله بيتمتع بوجوده وبعلاقته مع الإنسان بس المشكلة الخطية هي اللي بتكسر وهي اللي بتحجز هذه العلاقة قيمتي أحبائي أدرك ليه أنا موجود في هذه الحياة أهم سؤال من أين أتيت ولماذا أعيش وإلى أين أذهب في أمور تعرف لما الإنسان بيكون منهمك في العمل ومنغمس في الحياة بتضيع عليه أشياء كتير ممكن الإنسان مش منتبه لموته ولا منتبه لأبديته يمكن في لحظة معينة ابتدأ أدرك لما أشوف وضعي وضعيتي أنه في أمور أهم في هذه الحياة قيمة الإنسان هي قيمة عظيمة جدا قيمتنا هي من قيمة الله ذاته لأن الله خلقنا على صورته الأدبية الروحية لكي يتصلت على كل الخليقة عندنا الحرية عندنا الإبداع عندنا العقل عندنا الفكر عندنا الضمير عندنا التمييز وعندنا أمور كتير مرات كتير بتضيع غير مدركين أهميتنا علاقتنا حياتنا فإحنا قيمتنا عظيمة جدا وقيمة الإنسان أحباء لما تدرك أنه أنت مش مجرد رقم ولا مجرد شيء عابر في هذا الحياة أنه الله خلقك ووضع الأبدية في قلبهم يعني الله خلقك عشان الأبدية يكون علاقة إلى أبد الآبدين مع الرب كتير مرات أحبائي في الأزمة لا ندرك أنه حياتنا قصيرة على الأرض وأنه الأيام عم بتمر بسرعة كما قال المرنم حياة الإنسان هي الظل عابر أو كما قال الرسول يعقوب ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل قال النبي موسى في المزمور تسعين إحصاء أيام نعلمنا هكذا فنؤتى قلب حكمة لما سأله يعقوب أهل حياتي يعني قليلة وردية يعني شو الإنسان بدي يعيش الحياة قصيرة عمد ما ندرك في لحظة من لحظات حياتنا مواجهة الندم ومواجهة إنه في كتير قرارات خاطئة صنعناها في حياتنا هذه الأزمة بتخليني أدرك قيمتي في المسيح بتخليني أدرك هويتي في المسيح هويتي عظيمة جدا بتخليني أدرك إنه الله خلقني إنسان عاقل بتمتع بالحرية والتمييز بتمتع بالتعبير وبالفكر بتمتع إنه فعلا أعكس صورة الله وطبيعة الله في حياتي ثم هاي القيمة أحبائي قيمة الإنسان غير محدودة لأنه ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه تعرف أحبائي هذه الأزمة تخلينا ندرك شو إحنا شو هويتنا شو هي قيمتنا وشو الهدف ومن نحن وليه عايشين في هذه الحياة شيء ثالث أحبائي إنه الدرس الثالث اللي تعلمته إنه هذه الأزمة دايماً بتخلق فرصة وراء كل أزمة في دروس بنتعلمها دروس بنتعلمها عن الحياة دروس دروس بنتعلمها عن الله دروس بنتعلم نتعلمها عن المجتمع والناس اللي إحنا عايشين فيها دروس بنتعلمها عن أنفسنا لأنه مكتوب أو يعني بالأحرى وراء كل أزمة في فرصة في درس يعني هاي الفرصة أحبائي بتخلق عندي التفكير إذا كنت إنسان مؤمن روحي بتخلق عندي الحس الروحي التمييز الروحي حتى تمييز الأزمة والأوقات أبتدي أميز شو الدرس اللي الله بدي يعلمني منه إحنا وين رايحين شو مستقبل إنسان هل الكتاب المقدس تكلم عن أحداث مستقبلية بالطبع طب إزاي كيف ممكن أميز هذه الأزمة والأوقات إذا أنا ما طلعتش على الجبل مع الرب وأختلي مع الرب وأبتدي أسمع صوته وأميز صوته من خلال كلمة الرب من خلال الشرك والصلاة مع الرب من خلال الاعتراف بالخطية والتوبة عنها يوميا من خلال إنه آجي إلى محضر الله من خلال يسوع المسيح الأزمة بتخلق فرصة تعرفوا خليني أتكلم في واحد شاف أزمة اللي هو يوسف في العهد القديم يوسف أحباء رغم المأساة اللي عاشها في آخر حياته لما اجتمع بإخوته قال أنتم قصدتم بي شرا ولكن الله قصد به خيرا أتراتوا كل اللي عم بسير في حياة يوسف هو تتميم نبوة الله لإبراهيم إنه شعبه رح يكون في أرض غريبة لمدة أربعمائة سنة لما تكلم مع إبراهيم وفي نفس الوقت لاستبقاء حياة وإنه يعقوب أولاده كلهن والعيلة كلها رحلت لمصر وهناك يوسف اهتم بعيلته وفعلا يوسف نظر المجاعة ولكنه تكلم مع فرعون قال له حكاله إنه في سبع سنين صعب جدا رح تيجي على كل العالم وحتى على مصر اللي هي كانت تعتبر ومازالت أم الدنيا فطب فرعون ابتدى يستشير يوسف طب والحل انت فسرت الحلم إنه جاي سبع سنين مجاعة وقحت ووى الاخرين والحل قال له آه بس في سبع سنين خلينا نبتدى ندبر وفعلا جهز وشاف الأزمة هي فرصة لاستبقاء الحياة وفعلا أنقذ عيلته مش مس عيلته على فكرة أنقذ كل الشعوب المحيطة في بلاد مصر بسبب الإدارة وفن يعني الإبداع اللي الله أعطاه ليوسف شاف الأزمة لكنه شاف الحل وهكذا الكنيسة الأولى كان كان عندهم الحس الروحي أدركوا أنه في مجاعة جاي الكنيسة الأولى في طبعا أرض فلسطين مشهورة يعني لأنه نحن نعيش على المطر إذا ما مطرت ما في بركة ففعلا كان في مجاعة وكان الظروف صعبة جدا في منطقة أورشليم لكن الكنيسة شافوا الأزمة لكن شافوا الحل ابتدأت تجمع المساعدات الإنسانية حتى تساعد كنيسة أورشليم دايما خلي يعني الفهم والحس الروح أبعد من المشكلة في أزمة طيب ما وراء الأزمة شو راح تعمل شو راح أعمل كتير ناس متضررة في كتير ناس عم بتعاني من جوع من عدم العمل من البطالة من ظروف مرضية صحية في ناس معهاش فلوس تشتري حتى الدواء طيب إحنا شو راح نعمل فإذا أنا بكتشف أنه الأزمة بتعطيني فرصة مثل ما قلت أنه الأزمة بتخليني أنظر أولا إلى الله مين هو الله هو اللي ماسك زمام كل الأمور أنظر إلى المجتمع شو دوري أنا في المجتمع أكون يعني أداة ديان رسالة غضب ورسالة ولا رسالة اللي فيها تحذير وأن أوجه أنظار الناس إلى الله من خلال هاي الظروف وأن الله بحبنا بغض النظر رغم عن خطينا الله بحبنا وهاي الفرصة تخلق يمكن للرجوع إلى الله ثم هاي الفرصة الأزمة بتخلينا ننظر إلى أنفسنا هاي الأزمة بتخليني أمتحن نفسي مين أنا وشو هي علاقته مع الرب هل حياتي فعلا فيها قداسة فيها طهارة هل حياتي فيها خدمة حقيقية ولفس مجرد يعني مثل خيل بثير الغبرة لكن مش الخيل اللي بوصل على القلعة هل عايش فعلا حياة الصلاة ولا الصلاة أصبحت مجرد فريضة كلمات برددها اجتماعات ومؤتمرات صلاة وما أكترها في هذه الأيام ولا في شيء أنا ببتدي أشوف بالعين الروحية شو الله يعني ببتدي أشوف أولا أنا نفسي أميز شو اللي عم بي بيسير في حياتي أولا بتعرف حبائي لما بنمتحن أنفسنا يعني القضاء دايما لاحظ في العهد القديم أو في العهد الجديد الكتاب يقول بيبتدي من شعب الرب أو من بيت الرب فإذن قبل ما أشير إلى أي ناس تانين إحنا محتاجين نفحص أنفسنا لربما عايشين حياة الرياء مظاهر التدين حياة عقيمة بلا ثمر عم نعمل أمور بتثير الغبرة لكن مش عم نصل للهدف الحقيقي اللي الله دعانا إليه بالنسبة إلك شو الأزمة عملت في حياتك أكيد كل واحد ومنسمع كتير يمكن تقول خلتني أقضي وقت مع العيلي خلت أعطتني مفهوم جديد عن الخدمة الخدمة ما هواش بكثرتها وأنت على فكرة عاوز أقول شي إنه رغم أنه بنتج برامج كتير لكن من خلال التواصل التلفون الصغير اللي أنا بتكلم فيه حاليا عندي كل يوم ثلاث أربع خدمات يعني عم بتزيد بس وأنا موجود في مكاني فأنا فرحان أهم شيء إن نكون في مركز إرادة الله فالأزمة بتخلق فرصة خلينا نشوف شو دورنا أحباء تجاه الله أولا ندرك الله تجاه المجتمع والنفوس المحتاجة تجاه أنفسنا فعلا نفحص أنفسنا على حقيقتها ونكون شفافين حقيقيين يعني إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم على فكرة لا في كبير ولا في صغير كلنا محتاجين نعمة الرب أول الناس محتاج لنعمة الرب اللي هو أنا ما حد بيعرف أي شخص آخر الرب هو اللي شايف في قلوبنا والرب هو اللي عارفنا فهي الأزمة يعني إذا خلقت فرصة فحصها في ضوء الله اعمل عمل خير يمكن جارك محتاج سلة غزاء يمكن في شخص محتاج لدوى يمكن في عائلة محتاجة لكلمة تششيع تصلي معهم تتصل معهم في فرص كتير الله بيخلقها هاي الدروس اللي أنا تعلمتها سواء عن سيادة الله أو قيمة الإنسان أو إنه فيها فرص جديدة في حياتنا هذه الأزمة أحبائي فعلا أنا بكتشفها من خلال محبتي للرب محبتي للقريب من خلال علاقتي مع الآخرين ونعاوز أقول هل أنت من النوع اللي جالس في بيته بيرثي لحاله أنا متأكد الأزمة هاي خلقة مشاكل نفسية وتعب ومشاكل من أنواع أخرى وفي مشاكل نفسية في هذه الأيام لا تعد ولا تحصى ما كناش متوقعينها أصلا في مشاكل روحية في سلبيات لكن في إيجابيات لكن هاي الأزمة هل بتخليك ترجع للرب مكتوب أطلب الرب ماداما يوجد أدعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره ولنتب إلى الله فيرحمنا لأنكم هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا هاي الأزمة بتخلين أفهم أنه ولو شو هالعمر شو هالحياة يعني فيروس غير مرئي عمل عمله طب إيه اللي ممكن يعمل إذا الله بده شوي يهز العالم شو رح يصير أحبائي خلينا نرجع للرب خلينا نتوب للرب وخلينا نفحص أنفسنا قوعك تخدع نفسك بعلاقة تقول أنا مسيحي وأنت بعيد كل البعد عن المسيحي وإذا أنت غير مسيحي فرصة أنك تتوب وترجع لالله لأنه الله بحبك وعاوز يحررك من الخطيئة وعاوز يعطيك الحياة الأبدية كل ما عليك قل له يا رب أنا بعترف بخطيتي أنا بتوب عن خطيتي أنا أقبلك وأقبل خطة خلاصك وفدائك من خلال يسوع المسيح صليها قل له يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك تتربع على عرش قلبي وحياتي وعلى فكرة إذا صليت هاي الصلاة من فضلك على فكرة عن جد بحب أسمع منك اتواصل معنا يعني اكتب هيك جملة صغيرة إذا أنت صليت كون أنا صليت معاك وشجع حتى الآخرين كمان بيتشجعوا من رسالتك الرب يباركك وبصلي أن الله يوضح الهدف من حياتك